من الشهيد رشيد تيجي من طباس على الأمام الأسير والشهيد هاي الزيارة اللي هي كوكبة من أمهات الشهداء أمهات شهداء نابلس وعقابة وبيت لحم ورام الله مجموعة من الأمهات اللي هي بروحوا أي بيت شهيد ولا أي بيت أسير أو أي قضية وطنية بكونوا موجودين ليوقفوا مع أهل الشهيد أو أهل الأسير اليوم كانت الأمهات ومجتمعات جميعا أنهم يكونوا بجانب أمنا أم ناصر ليسندوها ويوقفوا معها لأنه الوجع واحد وهي قدمت شهداء يعني قدمت عندها ابن شهيد وأبناءها أسرة وهذا واجب علينا واجب على كل الشرفاء في هالوطن أن نكون حدها إحنا ممكن هاي ما بنقدر نعمل إلا أن نكون نسندها ونوقف معها وإحنا جميعا كلنا سند واحد وجمعنا وربطنا اللي هم أبناءنا إن كان الشهداء ولا الأسرة لأنهم هذول القضيتين اللي هي المهمات في هذا الوطن وإحنا بنستمد من هالقوة أمنا أم ناصر كل بيت شهيد بالوطن إلها بصمة ودائما بتكون متواجدة يعني مع الأمهات كلهم إجوا لأنه يعني أمنا أم ناصر بتكون موجودة وتساند الجميع وواجبنا إنه نكون وقف معها لأنه الوجع واحد وناصر ابننا وأخونا وإن شاء الله يا ربنا يا ربي فيك أسرانا ويرحم شهدائنا وإن شاء الله يطمن قلبها على ناصر لأنه ناصر ما بنخاف عليه لأنه ناصر بطل وإن شاء الله يا رب إنه الفرج قريب لجميع أسرانا